أهلا بك معنا سيد عبد الله نحن نتحدث عن مستويات دون الثمانية آلاف اليوم بالنسبة لمؤشر التاسي حاول التماسك نوعا ما يمكن عند هذه المستويات لكن لم يفلح في الوصول إليها كيف ترى جلسة اليوم خصوصا أنه اليوم نرى التبادل في القطاعات بالأمس رأينا بجلسة الثلاثة الضغط يأتي من المصارف اليوم نرى الضغط يأتي من البتروكيم المتراجع بحدود 16 في المئة ضمن القيادية والقطاعات القيادية بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء نحن نلاحظ أن السوق السعودي أو المشروع السوق السعودي خلال الحركة التي كانت خلال الأسبوع والأسبوع الماضي عوض كثير من الخسائر التي حققها خلال النزل التي كانت الأخيرة لذلك الارتداد إلى مستوى الثمانة الآلاف كان خطوة عملاقة صراحة من السوق للاسترداد عافيته والاسترداد كثير من الخسائر يبقى أنه كانت مستوى الثمانة الآف ثمانة الآف وخمسين بعدودها كانت نوعا ما هي تعتبر مقاومة للسوق نفسيا خصوصا الثمانة الآف الترافق معها واللي يمكن لا بد أن ينتبه له المساهم أنه الإقبال على الإعلانات الربع الثالث بعد أقل من ثلاث سابيع أو أسبوعين بالضبط من الآن فهذه تجعل دائما السوق يدخل في ما قبل مرحلة الإعلانات في مرحلة تردد ومرحلة استقرار بعضها تكون استقرار وبعضها تكون فيها انخفاضات بسيطة أو ارتفاعات خجولة مستبقة للإعلانات لذلك نلاحظ أنه مستوى الثمانة الآف يمكن هو مستوى ارتكاز للمؤشر خصوصا أنه كان من أمس كان واضح أن السوق يدخل مرحلة جني أرباح فنية في حال ظروف العوامل الجيوسية السياسية الخارجية يعني الخارجة عن أساسية السوق في حال ثباتها يعني ما كان فيه أي شيء جديد فإنه جني الأرباح هذا الطبيعي يمتد لأقصى حالاته إلى 7,870 نقطة يعني نتكلم على حدود 110 نقاط من الآن في هذا في أقوى حالات الجني الأرباح ولكن بما أننا الآن مقبلون على مرحلة الإعلانات فنتوقع أن السوق يكون ثابت خصوصا على القيادات كما هي كل الحركة التي تكون قبل الإعلانات نشوف فيه ثبات على القيادات وهذا يعطي مساحة للمضاربين على الشركات الصغيرة لأنهم يتحركون بشركة صغيرة وذلك سوف يمكن أن نلحظ من ابتداء من حركة اليوم إلى الأسبوع إلى الإعلانات يمكن أن نشوف فيه حركة على القطاعات الصغيرة ما هذا ما أريد أن أسأل عنه سيد عبد الله سيولة قليلة نوعا ما نحن نتحدث عن 5 مليارات و100 مليون ريال هل سيكون من ضمن قطاع القيادات نصيب أسد يمكن لقيادات معينة على حسابها يعني كيف ستتوجه السيولة إلى هذه القطاعات القيادية من وجهة نظرك أنا أتوقع أن تكون الحركة طبيعية وبالعكس تكون هذه على الشركات الكبيرة يعني عموما والمؤثر على المؤشر بشكل عام اللي يمكن أن يكون ملفت كالعادة أن يكون في حركة للمضاربين الصغار على الشركات الصغيرة وقطاع التامين يمكن أن التامين يرجع للصورة بصورة مواقتة فقط خلال الفترة هذه للحركة بسبب أن المضاربين أو المستثمرين على هذه الشركات الكبيرة يمكن لا يودون أنهم يخاطرون يتخذون زيادة مراكز أكثر مما هو عندهم أو تقليلها بسبب أنه فيه إعلانات ولا فضل انتظار الإعلانات ومن ثم اتخذ القرار تكون الصورة أوضح فلذلك هذا يعطي دائما المجال للشركات إذا وقفت الشركات الكبيرة أو عموما المؤشر عام عن الارتفاع يأخذ الشركات الصغيرة والمضاربة تأخذ مصارها في الحركة الريحية في الحركة خلال هذه الفترة فنتكلم حيننا على فترة أسبوعين يمكن نبدأ نشوف تدريجيا ارتفاع في حركة الشركات الصغيرة إلى الإعلانات من بعد الإعلانات أعتقد أن السوق سوف يرجع لمواصلة مساره الصاعد ويمكن بإذن الله في ظل افتراض أنه لا يوجد أي مؤثرات خارجية وهذا لا بد أن ننوح عليها في ظل افتراض أنه لا يوجد أي مؤثرات خارجية حيننا نتوقع أن السوق يخترق للقمة السابقة 8200 ومواصلة الصعود يمكن إلى 9000 خلال الربع الأخير فلذلك من المهم متابعة الإعلانات الآن خصوصا إذا اقتربنا إعلانات الربع الثالث لأنها ستحدد كثير من تمركز الضاربين الكبار والمستثمرين خلال الربع الأخير من هذه السنة أريد توقعاتك لجلسة يوم غد سيد عبد الله نحن نتحدث عن يومين بكرة آخر جلسة لهذا الأسبوع ضمن طبعا التداولات لأنه يوم الأحد والاثنين سيكون العطلة العيد الوطني هل من توقعات بناء على هذه التراجعات التي شهدناها اليوم التوقعات طبعا مبنية على أساس كما ذكرت لك أنه عندنا سيناريوين نحن ممكن نمشي عليهم الذي هو ثبات المؤشر أو انخفاض بشكل بسيط جدا أو أنه يكون هناك مثل ما قلتك جني الرباح في حد أقصى إلى 7,870 يعني بحدود 110 أو 120 نقطة من المستويات الحين موجودين عليها هذا في حد الأقصى أنا ما أتوقع يمكن أن يبعد كثير عن هذه عن هذه الاحتمالات بسبب كل ما ذكرناه سابقا متوقع أن يكون في ثبات خصوصا كما ذكرتنا نحن مقبلين على عطلة نهاية أسبوع طويلة فما أتوقع أن يكون في مجازفة في حركة المؤشر بشكل مصعود أو نزولا عموما يمكن قرار الفيدرالي سيحدد كيف ستكون جلسة غد وكيف ستتفاعل أسواق المنطقة يعني مع هذا القرار سيد عبدالله الربدي نائب رئيس سعودي سكوب للدراسات والاستشارات كنت معي من الرياض شكرا جزيلا لك